القصة أحمد حسام مسافر على الغرداء ودخل على الكاونتر بتاع مصر الطيران معه حقيبة معه شنطة كبيرة فالست اللي قاعدة على الكاونتر قالت له شنطة دي كبيرة ماينفحش تخش بيها كابينة الطيارة دي تتحط في بطن الطائرة مع العافش اعترض وعمل مشكلة كبيرة جدا وظنى ان فوق راس وريشة لانه راجل لعيب كورة ومدرب ومحلل رياضي وشهير فبالتالي من حقه انه يبقى مستسنى من حقه انه هو يعمل اللي هو عاوزه من حقه انه هو يزعى فالموظفة تخاف من حقه انه هو يطلع يتكلم محتميا في وسائل اعلام او غيره لكن الموظفة في مصر الطيران اصرت لانه ده مش قرار من عندياتها ده قرار وقوانين منظمة ومنظمة وموجودة في كل شركات الطيران في العالم وده اكواد معروفة وده انظمة معروفة ميدو بيقول الاف التغريدات وصلت الي من جميع انحاء العالم تشتاكي من سوق تنظيم ومعاملة مصر للطيران الى المسافرين سنحارب مالي بقول هو حتى تكون تكون الافضل لا اتحارب مين يا ميدو هتحارب مين وبعدين بقول لك وصلت لتغريدات من جميع انحاء العالم بتشتاكي في مصر للطيران بقول لك لا ده اسمه تحريض على شركة وطنية وده اسمه سب في شركة وطنية الشركة الوطنية ملكنا جميعا مش ملكك لوحدك والشركة الوطنية لاخونا ميدو عيب ولازم تعرف ان في حاجة اسمها عيب وفي حاجة اسمها شركة وطنية حتى لو احنا كلنا بنتعرض لحاجات وكلنا لكن في اطار عدم التشيير بشركتي وعدم التشيير ببلدي اصلا حضرتك ميدو مصري دي وشركتها وارضها ونيلها مش فندق لو ما عجبكش تدرك على فندق تاني احنا هي بلدنا عجبانة هنصلحها ولما انت تخيل نفسك مميز مواطن بشرطة فقرسك ريشة بقى انت غلطان راجع نفسك الاعلام الرياضي في مصر في محنة امقزوا الاعلام الرياضي في مصر مجموعة من الهواء مجموعة من الناس الذين لم يتدربوا ولم يتعلموا ولم يقرأوا وليس لديهم كارزمة بيقتحموا عالم الاعلام الرياضي وبيحدث فيه ما يسيء الى القوة الناعمة للدولة المصرية الاعلام كله في مصر في مشكلة الاعلام الرياضي هو الاسوأ على الاطلاق في تقديره من ازمات لازمات لشيء بنقصد والله اسف شيء يدعو للخجل شيء يدعو للخجل اللي بنشوفه من ملسنات ومطاحنات وكلام يكسف كان مش حايز اخش في موضوع وتكلم كتير لكن اللي احنا بنسمعه بنشوف غياب القدوة مفيش قدوة خلاص ضربوا كل القدوة الموجودة قدامنا المنظر اللي تشايفينه ده بيتقلد المنظر اللي تشايفينه ده بيتقلد الصورة دي موجودة ناس نموذج للشباب الموجود بالعافية انا الاول انا فوق انا ربكم الاعلى ماينفعش ماينفعش تاني دعوتي ادعو تاني الفنان الممثل محمد رمضان انه لأ انت وصلت المرحلة للشباب بيشوفك اهدى على نفسك شوية راجع نفسك من فضلك العيال بتقلده قد العيال الصغارين بيقلده بهذا الشكل بقول له انت ما اصبحتش ملك نفسك فكرة الغرور القاتل هيجيبك ارض ده تحذير والله خو احنا عايزين نجوم وعايزين شباب واعد وعايزين ناس تقدر تغير قيم المجتمع بشكل مدروس وصحيح لكن البلطاجة تعليق قيم البلطاجة وتعليق قيم انك تاخد حقك بدراعة وقيم ان انا ربكم الاعلى انا الملك انا الاوحد انا انا لا لا ده كده احنا في خطر كده الموضوع يتخطى مرحلة الحرية الشخصية احمد من قريط عب صمد على طرعة المنصورية بيصحى الساعة ستة الصبح علشان يروح الشغل ويرجع بيتهم الساعة ستة مساء احمد نموذج محترم لاي حد بيتكلم واي حد بيطول لسان ويقول ان الظروف اهي الظروف قهر الظروف بيشتغل في ورشة نجارة وبيذاكر وطلع الاول على محافظة الجيزة تفوق على كل هؤلاء الاثرياء ده نموذج مشرف ولا مش مشرف ولا جيب واحد بجح ولا جيب واحد لسانه طويل يعد يدينا دروس انه السرقة مسموح بيها والتهريب مسموح بيه نتيجة ايه الظروف الاقتصادية لا لو احنا سكتنا على هذا فنحن شركاء احنا عندنا شباب يشرف عندنا شباب يشرف عندنا شباب عنده احتياجات خاصة ونجح واسبت وجوده في كل مكان هو احنا ليه؟ ليه يا جماعة احنا بندور على اسوأ ما فينا ونطلعوا